أستاذ رشيد سري إضافة إلى تداعية الحرب الأوكرانية الروسية هناك هذا الارتفاع المهول في أسعار الطاقة في الأسعار الأولية في مواد الأسمدة كذلك إلى أي مدى الوضع مقلق جدا؟ مساء الخير أستاذ جوهرة أهلا أستاذ أظن بأنه يعني ما يخيفوني عنك كثيرا وبصدق ليس الحرب وليس تداعية كورونا لأنه بالنسبة لي شخصيا بأنهم هذين أمرين عابرين رغم أننا اليوم جميع الإحصائيات تؤكد بأننا نعيش أزمات حالية بسبب هذا العاملين نسبة تدخم ارتفعت بشكل كبير الأسعار الطاقية ارتفعت بشكل كبير مما أدى إلى مجموعة من المشاكل الجماعية واقتصادية لمجموعة من الدول حتى أنه نسب النمو نلاحظ بأنها انخفضت بصفر فصيلة تسعود في المياه ولكن أظن بأنه يجب أن نتوقف طويلا عند الجانب البيئي أو التغييرات المناخية التي أفرزت ما أفرزت من تحولات من مشاكل حقيقية نعيشها اليوم يعني بالرجوع إلى البنود أو ما تم التعاقد عليه من طرف الأمم المتحدة بالنسبة لخصوص التنمية المستدامة وهي هناك 17 ميطاقا أظن بأنه من بين ما تم التعاقد عليه ليس فقط محاربة الفاقر التعليم جيد ولكن مجموعة من المسائل التي تخص البيئة يعني عندما نتحدث مثلا يجب أن نعيش تحت سطح البحر ربما هذا يظهر من تعبير المجزي ولكن بالنسبة لي هذا العامل بالضبط أدى إلى المياه الباطنية اليوم أصبحت أكثر ملوحة يعني المشكلة ندرة المياه الذي نعيشه حاليا في مجموعة من الدول خاصة في شمال إفراقيا وفي الشرق الأدنى أدى إلى مشاكل حقيقية يعني أنه ربما نعيش مجاعة حقيقية في المستقبل يعني من بين الأرقام أقول بأنه يعني عدام الأمن الغدائي الحاد ارتفع من 135 مليون سنة 2019 إلى 193 مليون سنة 2021 في 35 دولة كما أنه يعني 140 مليون من المستويات طارئة من عدام الأمن الغدائي الحاد في 35 دولة أظن بأنه العامل المناخ يعني هو الأشجر بالدراسة وهو ما يجب العمل عليه إذا كنا اليوم نريد أن نحسن من الوضعية العالم يعني يجب تغاضي هذه المسألة الحرب الحرب يجب القضاء عليه بشكل كامل وأظن بأنه اليوم في إنعقاد المجموعة العشرين ببالي بأندونيسيا كان الحد على هذه المسألة يجب وقف الحرب ولكن أظن بالإضافة إلى ما نعيشه اليوم حرب يعني تزيد أو ترفع من المشكلة الحقيقة التي نعيشه كما قلت لك هو جانب المناخ الجانب المناخ يجب أن نبحث عن تنمية مستدامة إذا وصلنا إلى هذه الوصفة السحرية فأظن بأنه مجموعة من المشاكل سوف تحل ليس على الجانب الاجتماعي فقط ولكن حتى على الجانب الاقتصادي بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر